زيارة الأربعين التي تعد من أكبر التجمعات البشرية التي اشهدها العالم هذه الزيارة التي يجب أن تتوفر فيها الكثير من الخدمات والتي تندر ضمن استعدادة العتبة العباسية المقدسة لاستقبالها وفق شروط دائرة الصحة التي أوصت بمعايير السلامة في ظل أزمة جائحة كورونا أغام الشعبات الشؤون الطبية في العتبة المقدسة اجتماعا تحضيري لفرق الإخلاق الطبي متمثل في وعدة الطبابة أكاديمية الكفيل للإصعاف الطبي، كشافة الكفيل والعلاقات الجامعية توجيه من الأمام العامة للعتبة العباسية المقدسة تم عقد اجتماع تحضيري لكافة المجامع العاملة في الإخلاء الطبي للتحضير للزيارة الأربعينية في كربلاء المقدسة شعبة الشؤون الطبية في العتبة المقدسة متابعة للواقع الطبي في العتبة أثناء الزيارة وتم مناقشة الفرق التطوعية في داخل الصحن الشريف المولى بالفضل عباس مع المفارز الطبية وحملة النقالات والمسعفين وخدمة ما بين الحرمين لكافة المتطوعين مناقشة بخصوص الخدمة الطبية وكذلك مع ظروف جائحة كورونا الإجراءات الوقائية التي سوف يتم اتخاذها مع هذه الجائحة طبعا كان اجتماع ممتاز جدا مع أكثر من رجلة موجودة من ضمنها شعبة الطبابة والكشافة ووحدة الإخلاء التي تابعة كذلك للطبابة كان حضور فاعل الجميع وشاركت أكاديمية الكفيل شعبة أكاديمية الكفيل شاركت بهذا الاجتماع الاتفاق العادة أكاديمية الكفيل للإسعاف والتدريب الطبي تكون مسؤولة عن الأرض والميدان الإسعافي عن طريق توزيع فرق إسعافية مدربة على أعلى مستوى في مجال الإسعافات الأولية والإخلاء الطبي في منطقة بين الحرمين وحول صحان أبو الفضل العباس عليه السلام طبعا هذه الفرق تكون مدربة على برامج العاش القلب الرئوي الإسعافات الأولية الوقاية من الأمراض المعدية استخدام الأوكسجين وغيرها من برامج من ضمنها الفرز الطبي الاجتماع تضمن طرح العديد من التوصيات الاستثنائية الخاصة بهذه السنة إضافة إلى تنسيق عمل الفرق الطبية والإخلاء الطبي وضع خطة تنظيمية تحرص على تقديم أفضل خدمات الممكنة كونها ليست بالوظيفة السهلة لما تحمله من بعد كبير وخدمة للزائرين خصوصا في الزيارات المليونية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر